السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم على قناة وي سمارت كملين معكم في سلسل التحويل شقة من السفر لسمارت واليوم راح نضيف سنسور حرارة مع شلي أد اون على الجيزر طبعا احنا في الفيديو السابق حولنا الجيزر الى سمارت عن طريق الشيلي بي ام فرح نضيف الشيلي أد اون على الشيلي بي ام طبعا يمكن اضافتها على الشيلي ون وعشان نستطيع تحديد الموقع المناسب لتركيب هذا السنسور على الجيزر راح نستخدم فلليزر الموجود امامنا هذا بساعدنا على قراءة حرارة الجيزر من عدة اماكن طبعا دقيق جدا لو جربناه مع ساعة الحرارة الموجودة امامنا راح نلاحظ ان الحرارة مطابقة تماما للحرارة الظاهرة على الساعة الموجودة امامنا فرح يفيدنا كتير في تحديد الموقع المناسب لتركيب هذا السنسور وهذا السنسور بإمكان ننقيس فيه درجة حرارة لغاية 125 درجة مئوية خلينا نروح للتركيب مباشرة اول مكان ممكن يخطر في بالنا ان نركب عليه السنسور الحرارة هو مسورة الماء الساخن الموجودة على الجيزر خلينا ناخد قراءات هاي المسورة مجرد منوجه السنسور على اماكن مختلفة على مسورة الماء الساخن راح نلاحظ انه اخصى قراءة اعطانا اياها السنسور هي 26 درجة مئوية هذا رقم بعيد جدا عن الرقم الحقيقي الموجود على الجيزر هذا الجيزر عليه ساعة ديجيتال بضرر لنا حرارة الماء الموجودة داخله وحرارة الماء الموجودة على الجيزر هي 59 درجة مئوية احنا محتاجين فعليا مكان يعطينا قراءة بدرجة حرارة 59 درجة مئوية فرح نحاول ناخدها من جسم الجيزر نفسه او من المكان اللي راكب فيه الهيتر فرح نفك الجيزر ونشوف شو القراءة رح نحصلها من الداخل لاحظوا معي لو اخدنا قراءات من الجسم او البودي تبع الهيتر مع الهيتر نفسه رح ناخد قراءات متقلبة تتراوح ممكن تصل للتسعين درجة مئوية ومش هاي هي القراءة اللي احنا محتاجينها لكن لاحظوا معي هون في عنا ثقب صغير في الوسط هذا الثقب راكب عليه سنسور نفسه تبع الجيزر وهذا هو افضل مكان اللي اخذ القراءة الصحيحة من الجيزر انه نركب سنسور الحرارة بنفس المكان اللي اختارته الشركة لتركيب السنسور الحرارة الخاص بالجيزر نفسه لاحظوا معي عن توجيه نقطة الليزر داخل هذا الثقب أعطتنا القراءة تقريبا مطابقة للقراءة الموجودة على الشاشة الموجودة على الجيزر خلينا نشوف سنسور الجيزر أول كيف راكب عشان نركب بنفس الطريقة اللي هو راكب فيها رح أبدأ الآن بسحب السنسور هذا من مكانه عشان نشوفه مع بعض والسنسور طلعت تقريبا مشابه للسنسور اللي رح نركبه على الجيزر فإحنا رح ناخد نفس الموقع ورح نركب سنسور شلي مع هذا السنسور وفي الجيزرات اللي بتيجي ساعتها أنالوج رح نركب السنسور مع الساعة الأنالوج أو خلف الساعة الأنالوج يعني متوازيين مع بعض رح أرجع السنسور الأصلي إلى مكانه وبعدها رح أضيف سنسور شلي في نفس المكان مع هذا السنسور وهذا إذا بأكدنا على معلومة بأكدنا أنه الشركة الصانعة تختار تقريبا النصف الأعلى من الجيزر لقياس درجة الحرارة لسبب أنه كثافة الماء الساخن أقل من الباء البارد فبصعد الماء الساخن إلى الأعلى فعشان إحنا ناخد القراءة من الوسط أو من الأعلى من الوسط بشوي عشان تكون القراءة دقيقة هيك السنسور وصل إلى أقصى حد والذي هو رح يكون تحت السنسور مباشرة الخاص بالجيزر الآن رح نركب الشيلي أدون نفسه على الشيلي بي أم مباشرة رح نكبسها في المكان المخصص لإلها رح ندخلها هون مباشرة ورح نكبسها في مكانها هي مجرد ما تكبس في المكان الصحي بتعمل كليك بسيط والآن هي ركبت مكانها بشكل دقيق الآن ضل علينا نشبك الأسلاك مع بعض رح نربط كل لون مع اللون المقابل لإلو على السنسور الأسود مع الأسود والأحمر مع الأحمر والأصفر مع الأصفر وهيك بتكون انتهت عملية التركيب ومجرد تشغيل شيلي رح يظهر السنسور مباشرة على الواجهة الرئيسية لشيلي بي أم على التطبيق ورح يظهر عندنا خيار اسمه temperature automation من هذا الخيار بإمكاننا نعمل automation بتخص السنسور فرح ندخل عليها مباشرة ورح أحدد درجة حرارة 60 إذا وصل لها الجيزر رح يطفي الجيزر ورح أحدد كمان درجة حرارة 40 إذا وصل لها الجيزر رح يشتغل الجيزر طبعا temperature automation بيشتغل حتى لو ما فيه انترنت وهي نقطة ممتازة جدا خلينا نجرب السنسور الآن ونشوف دقة هذا السنسور كما هو ظاهر أمامنا هذا السنسور بطينا درجة حرارة الجيزر حتى لو كان الجيزر مطفي وهي يميزة طبعا ومن المزايا الإضافية رح ناخدها من إضافة هذا السنسور على الجيزر نحنا رح نحدد حد أدنى لدرجة الحرارة ما ينزل عنها الجيزر طوال اليوم وهنا حددنا 40 فأنا هيك بضمن أنه عندي الماء الساخن في المنزل ما رح ينزل أبدا عن 40 يعني ما رح أجد الماء بارد في أي وقت من الأوقات اللي بستخدم فيها الماء خصوصا خارج مواعيد جدور الزمني اللي بكون أنا عاملها أصلا على الجيزر من خلال شلي بي أم بدون السنسور تابعوا معي درجة الحرارة عند نزولها عن 40 رح يشتغل الجيزر طبعا أنا سرعت هذا الفيديو عشر مرات عشان نحاكي نزول درجة الحرارة بأسرع وقت بمجرد وصول درجة حرارة الماء إلى 39.9 مئوية مباشرة اشتغل الجيزر ساعة الحرارة على الجيزر أعطت 41 درجة مئوية وعلى السنسور 39.9 يوجد فرق بسيط بين ساعة الحرارة على الجيزر وعلى حساس شلي سبب هذا الفرق أنه سنسور شلي ركب أدنى من مستوى السنسور الأصلي للجيزر بحوالي 2 أو 3 سنطي فبتوصل درجة الحرارة بشكل أسرع إلى سنسور الجيزر الأصلي الآن خلينا نجرب الحالة الثانية والتي هي أنه إذا درجة حرارة الجيزر طلعت إلى 60 رح يتفل الجيزر فرح نشغل الجيزر من خلال التطبيق دويا طبعا أنا سرعت الفيديو في هاي المرة 20 ضعف عشان نحاكي سعود درجة الحرارة بأسرع وقت استخدام السنسور مفيد جدا خصوصا إذا كان في شي خارج عن العادة في استخدام الجيزر ما بغطيه جدول الزمني فالسنسور بغطيه بهاي الحالة فالدمج بينه وبين الجدول الزمني رح يكون رائع جدا تابعوا معنا الحرارة الآن دقتها ودقة سنسور شيلي في قراءة الحرارة وسرعته في قراءة الحرارة رغم فرق الدرجة اللي شرحنا شو سببه هون حرارة الجيزر وصلت إلى 60 أسرع من سنسور شيلي للسبب نفسه اللي شرحناه في السابق إنه سنسور شيلي راكب في مكان أوطى من المكان اللي راكب عليه السنسور الأصلي طبعا الجيزر فصل لأنه المستاتل على الجيزر معاير على 60 أصلا الآن وصلت درجة حرارة الجيزر إلى 60 مباشرة طفل الجيزر من خلال شيلي بي أم أنا ركبت الشيلي بي أم مع السنسور على الجيزر تقريبا في منتصف شهر 2 ورح ورجيكم رسم بياني للاستهلاك وكمية الاستهلاك اللي أنا باستهلكه خلال الشهر عندنا شهر 2 و 3 و 4 و 5 للشهر الحالي موجود رسم بياني عنهم وعن الكمية الاستهلاك فيهم طبعا استهلاك الجيزر تقريبا هو تلت فاتورة الكهرباء وآخر ميزة بخصوص هذا السنسور إنه عندنا رسومات بيانية راح تكون موجودة على التطبيق توضح لنا الحد الأدنى لوصله الجيزر والساعة لوصل فيها إلى هذا الحد والحد الأعلى طبعا أنا عملت لكم لقطة شاشة عن هذا الموضوع الحد الأدنى بيكون باللون الأزرق والحد الأعلى بيكون باللون الأحمر راح يوضح لنا كيف الرسم البياني كيف الجيزر كان يتصرف خلال اليوم وعطتكم عدد أيام مختلفة من تقريبا من 1.5 إلى 9.5 ممكن من خلال هذا الرسم البياني نفهم إحنا قلية العمل ونعمل جدول زمني أدق من السابق بناء على الرسم البياني أو على العادات اللي إحنا استفدنا منها من وجود هذا الرسم البياني فرح يعطينا معلومات مفيدة ممكن من خلالها نبني أدق من السابق أو أدق من المعتاد كما كنا عاملين في السابق بدون سنسور الحرارة الأجهزة اللي شفناها خلال الفيديو راح تكون روضها موجودة في الأسفل إن شاء الله يكون أعجبكم هذا الفيديو لايك وسبسكرايب السلام عليكم